مرحبا بكم في فيديو الترند نبحث لكم عن أهم الفيديوهات التي نشرها اليمنيون في وسائل التواصل الاشتماعي والتي لاقت رواجا في وسائل التواصل الاشتماعي ونقلتها وسائل إعلام المختلفة سواء المرئية أو تلك الصفحات والمنصات على مواقع التواصل الاشتماعي نشر الناشط إبراهيم عسقين فيديو يوثق إنقاذ أسرة يمنية بأدوات بدائية في سيلة جبلة بعد أن كادت تموت من الغرق نتيجة السيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة وقد لقي هذا الفيديو انتشارا كثيفا تنقلته القنوات الفضائية والمنصات الرقمية ونشطاء وسائل التواصل الاشتماعي أشادوا بهذا العمل الإنساني والبطولي لشاب عبد المجيد الفخري ورفاقه في إنقاذ الأسرة اليمنية من موت محقق دعونا نتابع هذا الفيديو موسيقى 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 أوه ... الطيف إلى الطيف أنت Littlefp تبعد الطيف لا يفلسπό ... لا 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 أحده موضوع شروع Voyages عافظ 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله شكرا يا الله انت لا يمتسخ عليك الحبل اذا كانت هذه المشاهد للبطل عبد المجيد الفخري ورفاقه وهم ينتشلون اسرة من موت محقق تنقل هذا الفيديو قنوات فضائية ونشطاء منصات وغيرها اشادة بهذا العمل البطولي حيث نقلت الحدث اليمني في تغريدة لها شاب يمني ينقذ بشكل بطولي اما وابنها من الغرق بعد السيول العارمة التي ضربت محافظة اب في اليمن اما الناشط والصحفي السعودي اياد الحمود يقول اليمن شاب من محافظة اب قام بانقاذ ام مع رضيعها جرفهم السيل بعد هطول امطار غزيرة عليهم وقد وصف الشاب بالشجاع الذي خاطر من اجلهم في منصة واعي ايضا كتب التغريدة قائلا هذا البطل اليمني والفريق اللي معه يستحق وظائف الدفاع المدني ومكافأ هذا وغيره من الابطال من يستحقون ان ترفع صورهم في الشوارع لانهم وطنيون انقذ اسرة من الموت شكرا يا بطل جبلة قناة تي ارتي التركية بالناطق بالعربي في تغريدة لها مستعينا بحبل شاب يمني يغامر بحياته لانقاذ اسرة كاملة من الغرق بسيول الامطار بمحافظة اب في اليمن شبكة اجاز ايضا نشرت الفيديو في مشهد يحبس الانفاس الشاب عبد المجيد الفخر اخرج اسرة مكونة من ثمانية اشخاص بينهم رضيعين وانقذهم من موت محقق بعد ان اشتاحت السيول منزلها في منطقة الخشبة بمديرية جبلة جنوبي غربي مدينة اب اما ييني يمن ميديا ايضا فقد نشرت ايضا هذا الفيديو موقف بطولي لشاب يمني في محافظة اب اليمنية حيث يقوم بانقاذ ام وطفلها من الغرق بالسيل في مديرية جبلة